اشتركوا في القناة ان شاء الله في الدور اللي جاي اللي هو دور الاتنين وتلاتين يعني بيدرسوا كده لسه ماخدوش قرار النهائي ان كابتن احمد ايوب يسافر ويتابع او يعمل تقرير ويشوف الفرقتين على ارض الملعب في رواندا المرة اللي فات كان كابتن احمد ايوب اردو سافر الجزائر قبل ما مطش وفاق سطيف وتابع مؤخر مباراة لنادي وفاق سطيف هنشوف كابتن احمد ايوب هيسافر ولا مش هيسافر الاهلي بيبحث خود مباراة ودية في الخليج استعددا لدوري ابطال افريقيا النادي الاهلي هيلعب احد ايام 13 14 15 مارس المقبل والمباراة الاولى لنادي الاهلي هتكون خارجية خلي بالكم يعني مباراة الاهلي في دوري 32 هتكون خارج مصر ومباراة العودة داخل مصر ان شاء الله فالاهلي بيحاول ايه يدور على مطش كده في دولة خليجية استعد بيه ويرجع بيه تاني الاجواء داخل اللعيبة والجهاز الفني قبل خوده مباراة افريقين انتوا عارفين الدولة اللي هو هيرجع هيرجع يوم 20 ان شاء الله وهو كده كده هيرجع يوم 20 فالاهلي ما عندوش فرصة ان هو يلعب مطشات رسمية قبل مباراة افريقيا الاولى بالنسبة للنادي الاهلي في دوري 32 لدوري الابطال يوم 13 او 14 او 15 مارس القادم احمد فتحي بيقول يعني او بينفي اللي هو طلب العودة للنادي الاهلي بيقول منتزم بعقدي مع فريق ام صلال القاتر لكن انتوا عارفين الفترة اللي فاتت احمد فتحي يعني كان مصاب وما كانش بيشارك مع فريق ام صلال في الدوري القاتر نتمنى نحمد فتحي ان شاء الله ربنا يشفيه ويرجع سريعا لفريقه في الدوري القاتر كابتن علاء عبدالصادق بيقول ننتظر موافقة الامن على ودية يوم 6 مارس النادي الاهلي عايز لعب مباراة ودية داخل مصر يوم 6 مارس بس مستني موافقة الامن عشان ما يتكررش تاني سيناريو مباراة الاهلي والمقصة اللي تلقت بسبب عدم موافقة الامن وساعتها النادي الاهلي لعب مباراة ودية يعني جريده قسم لعب النادي الاهلي الفريقين الفريق الاحمر وفريق الازرق وتلقت مطش المقصة حشان ساعتها الامن مرضيش كانت المباراة ساعتها حتى في ملعب بيترو سبورت فكابتان على عبدالصدق بيقول من دلوقتي للامن انا عايز اعمل مباراة ودية يوم 6 مارس القادم بالنسبة للنادي الاهلي جده لسه بيعمل برنامج التأهيلي وبيقوله ان لسه عنده يعني بعض الالام شوية في رجبته قدامه 3 اسابيع يعني جده موضع طبيعي موضوع الرباط الصليبي بقى فيه شوية الام وفيه رشح وفيه شوية التهابات في الرجبة اتمنى ان هو يخرج بقى من القصة دي بسرعة ان شاء الله عبدالله السعيد غاب عن التدريب النهاردة برضو يعني كان موجهد شوية وما قدرش او عنده اصابة او بعض الالام بس ما نعرفش ان هو الاصابة ايه طيب فين الاهلي كان مريح 3 ايام بعد برجع من الجزائر خد راحة 1-2-3 وبدأ تدريباته النهاردة المهندس هانيا بوريدا بيقول مستوى النادي الاهلي في السوبر الافريقي بشرة خير للكرة المصرية الاهلي يطلب من اتحاد الكرة سرعة ارسال جدول الدوري الجديد طبعا انا قلتلكو من شوية او كنا سمعين مع الحجة حمود الشمين بكرة الحجة عامل حسين هيقدم الجدول الجديد لبطولة الدوري سواء الدوري الممتاز ألف وكابتن خالد كامل رئيس لجنة المسابقات في القسم التاني هيقدم برضو جدول القسم التاني القسم التاني ما فيوش مشاكل انه خلاص ناقص 6-7 اسابيع على نهاية المسابقة وبعدين فيه دورة التراقي وما فيش لعبة من منتخب بتتاخد سواء منتخب أولمبي او منتخب أول فما فيش مشكلة في انتظام مسابقة جدول الدوري الممتاز به متعبه اكرامي ووليد سليمان يعني بيتكلم مع باسم علي ان الباسم مقاريف كده من ساعة أو حالته النفسية وحشة من ساعة لما ضيع ضربة الجزاء في مباراة وفاق سطيفن هائي السوبر فاللعبة بتحاول تخرجه من الحالة النفسية واحنا برضو قلنا الباسم قبل كده يعني نجوم العالم كلهم وأسماء كبيرة جدا في كرة القدم ضيع ضربة الجزاء فخلص الموضوع عادة وما فيش مشكلة ولكن يعني الواحد دايما بيحس فعلا اللي بيضيع ضربة الجزاء بيحس شوية من جواه انه هو يعني يخسر الجماهير زاعة لتلكلام ده لكن عادي دي كرة القدم ودي الرياضة فما تزعلش يا باسم برضو حسام غالي بيشتكي كده انه عنده جزع فيه الرباط الداخلي للرجبة وهيعمل رانين مغناطيسي أشاعة رانين مغناطيسي عشان يحدد يعني يشوف نوع الإصابة ايه ومدتها مدة الغياب ان شاء الله نتمنى برضو الشفاق لحسام حسام عمل مطش حلو قوي مطش اللي فات يعني كان مميز جدا لعيدة الاهلي كلها كانت مميزة فيه مباراة وفاق سطيف في السوبر نروح لأخبار